أبو الوليد يعني قضية السوادي خلنا أخذ قضية السوادي بداية قضية السوادي واضحة يعني الرجل يقول لك أنا ما أعطيت 200 ألف ريال حتى سلمان فيقول لك التوقيع اللي راح بخصوص الرخصة الأسيوية ما كان أبدا توقيع أنا محترامي لسالصالة يعني حتى لما ننقض أو المحفظات يجب أن تكون يعني بشكلها الصحيح يعني لما يطلع عندك لعبين سواء اللاعب الرايد أو لعب الاتحاد ويؤكد أنه ما أوقع وأن توقيع اللي رفع به الحصوى الرخصة وأنه هناك توقيع واضح لا اللي رفع به الحصوى الرخصة الأسوية غير صحيح ولم يحدث منه فبالتالي هذا تزوير أنا أتوقع أن الرئيس معي الرئيس الهيئة كان لطيف يعني في قضية تشوفها التزوير لأنه لم ينتهي التحقيق في الأمر لكن اللاعب صاحب القضية زين يؤكد أنه ما أوقع فمحترامي أو كن نعز ونقدر عبدالعز التواجري والحائلي زين لكن عندك خطأ إداري كارثي مو عالك أنت شخصياً حتى على النادي وحتى في سلب حقوق الأندية الأخرى في أندي أحق منك المشاركة لحصوها الرخصة الأسوية تيجي أنت سواء أنت بعلمك رئيس النادي وعدم علمك في الأخير محسوب أنت على رأس الهرم وأنت المحاسب زين نحن نشكي ونحن نشكي من مشاكل في الأندية وفي مكاتب الهيئة وفي الجمعيات العموية وخلافهم عندما يأتي رئيس المجلس يدارة الهيئة ويطبق النظام ويحاسب المقصر والمخطي نقول لا لا خلق حنين وحبيب وودود ما بصحيح الرياضة السعودية لكي تنصالح يجب أن يحاسب كل مخطي وبالقانون ما جاك هو ما جاك وقال لك من راسك أنت عندك أخطاء وقالها رئيس الهيئة كان فيه تحقيق أول في مرضي وتتطع فيه وتكلم قال أن بناء على مرافع رئيس اتحاد القدم يعني ما هم مني أنا يعني حقق في المسألة فيه أوراق وفيه مستندات ورافع للهيئة طيب وبالتالي أوكي أنت خدمت الرياضة عنهم الراس بس أنك ما تسلب حقوقهم وما تسلب حقوق اللاعب يعني أحدى مساوع الكرة السعودية عدم حصول اللاعبين على حقوقهم وهناك قائمة طول في الأندية أن اللاعبين حتى يغادرون مزاوضة كرة القدم يجلسون بالسنوات وما حصروا يحقوقهم الرجل كارينو أمس في تصريح يقول أنه ما أخذ مكافهة البطولة وقضايا وبتركة وغيره وقائمة طول لما يجيك شخص الآن يفرض النظام ويحاسب بالقانون تيجي تقول لا لا تستخدم القوة ومدري إيش ومصطرحات ما بصحيح أنت تبغى أصلاح الكرة السعودية والرياضة السعودية حاسب الجميع كابر هذا الشخص أم صغر وعندك توجيه من القيادة أن محاربة الفساد ومحاسبة أي شخص سواء أمير أو مواطن كلام نابع منك واضح وصريح طيب ما في مجاملة تيجي الآن تقول لا والله مع ليش خليك وضاء خدم الرياضة ما خدم الرياضة أكثر من استفاد من الرياضة هم رؤسة عندي لا يحترم لهم ما كاسبهم على الصعيد الشخصي بس هذا ما ينفي أنهم خدموا الرياضة ما نختلف ما نختلف وهذا ما ينفي لما يخطط حاسبة أنت أنت تأتي لنادي دارة النادي في الأخير أنت في دارة النادي وأن تعتبر تحت مضلة لا لا ما تأتي أنت وتخلف النظام وتتجاوز النظام وتتحايل على الأنظمة لا يمكن هذا الأمر إذن عندما تخالف ستحاسب طيب وبالتالي أعتقد أن هذا المسار التصحيح الحقيقي الذي كنا نطالب في السنوات يأتي الآن يقول لا والله خليك حبيب ونحن يمعونه بصحي طيب أبو